بشأن قانون إنشاء المحكمة الدستورية واعتبارها هذه الخطوة بأنها محاولة لإخضاع السلطة القضائية واحتوائها من طرف السلطة التشريعية وعصفها افتتاح مجلس النواب مقرا باسم المحكمة الدستورية ببنغازي وتحليف من نسبهم للعمل بها اليمين القانونية بأنه إهدار لأحكام القضاء وتهدير خطير على دولة القانون فلماذا يضرب البرلمان بأحكام القضاء المتعلقة بالمحكمة الدستورية عرض الحائط وأي أهداف سياسية تكمن خلف خطوة مجلس النواب هذه وهل تأسيس محكمة دستورية هو من اختصاص البرلمان أساسا نناقش هذه الأسئلة وغيرها في حوارية الليلة عقب ساعة إخبارية مفصلة وهذه عنوينها مع الزميلة مروى العلش شكرا لك نبيل وفي عنوين هذه الليلة في أول قرار لهما بعد التسلم المحافظ الجديد ونائبه يسحبان كافة القرارات التي أصدرتها إدارة المركزي المكلفة من الرئاسي دون وجود تصريحات رسمية وكالة دولية تنقل عن مصادر وصفتها بالمطالعة استئنافة إنتاج النفط تدريجيا في ليبيا والمحكمة العليا تحذر من تجاهل البرلمان للأحكام الصادرة عنها وتعده انتهاكا للفصل بين السلطات وخرقا لاستقلال القضاء يشاركني في تقديم نشرة الليلة الزميل محمد ليلة شكرا لك مروى إذن تتابعون معنا في نقطة نقاش الليلة في ظل التحديات التي تواجهه بسبب توافد اللاجئين من السودان جهاز الإصعاف والطوارئ الكفرة ينتشر سبع عشرة جثة خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام دون أن يكشف عن جنسياتهم إحصائيات الجهاز في الكفرة تتحدث عن مئات حالات الإنقاذ والنقل والإصعاف ما يدفع للتساؤل عن قدراته واحتياجاته وأبرز التحديات التي تواجهه وفي ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية نتعرف عليها إذن صحبة الزميلين حمزة كديش ومازن رجوبة شكرا لكما وفي جولتنا الاقتصادية لهذه انتفاض العمولات الأجنبية بالسوق الموازي الأربعاء والدولار يسجل 6 دانانير و680 درهمة ولدينا في رياضة الليلة المنتخب الوطني يستعد لمواجهة نيجيريا بتصفية الكانوة يسافر إلى بوجة في السابع من الشهر الجاري كانت هذه عنوين الليلة ما نفعود ولقاكم على التساعة المقبلة تفضلوا بالبقاء معنا أصدر محافظ مصر في ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائب مرعي البرعصي أصدر قرارا بسحب كافة القرارات الصادرة عن المحافظ المكلف من الرئاسي عبد الفتاح غفار ونائبه في المدة ما بين 27 من أغسطس الماضي حتى مطلع أكتوبر الجاري ويشمل القرار الجديد سحب 69 قرارا كان قد أصدرها المحافظ السابق بشأن تكليف ونقل وإلغاء تكليفات ومنح إجازات لبعض الموظفين إضافة إلى القرارات المتعلقة باستحداث أسماء وظيفية جديدة وإعادة تشكيل لجنة العطاءات فضلا عن القرارات المتعلقة بتشكيل لجان وإضافة أعضاء لوفود أثناء قيامها بمهمات رسمية هذا وتسلم محافظ المصرف المركزي الجديد ناجي عيسى رفقة نائبه مرعي البرعصي مهما عمله من المحافظ المكلف من الرئاسي عبد الفتاح غفار بمقر المصرفي بطرابلس وجاء في المحضر الذي تحصلت الأحرار على نسخة منه أن عيسى تسلم مهامه من المحافظ المكلف من رئيس المجلس الرئاسي عبد الفتاح غفار وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب أصدرت قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة الهاد صغير وعضوية عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الجليل الشاوش وثلاثة آخرين تتولى إجراءات الاستلام والتسليم من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقا إلى محافظ المصرف المكلفي من مجلس النوابة بدوره أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد منفي استمرار العمل بقرار مجلسه القاضي بتسمية أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد بالتوافق على صاحب الاختصاص في تشكيله ووفق المكتب الإعلامي الرئاسي فقد شدد المنفي خلال استقباله محافظة مصرف ليبيا المركزي الجديد ناجي عيسى ونائب همارع البرعصي شدد على أهمية التزام محافظ المصرف بدور المصرف التقنية والابتعاد عن السياسة وحضر اللقاء بمقر المجلس الرئاسي المحافظ المكلف من المجلس عبد الفتاح غفار إلى جانب وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس لجنة التسليم السابق محمد لشهوبي قال عضو مجلس النواب الهادي الصغير أن عملية التسليم والتسلم بين المحافظ الجديد للمصرف المركزي ناجي عيسى والمحافظ المكلف من الرئاسي عبد الفتاح غفار جرت بسلاسة وانتهت بتولي عيسى مهامه رسميا اليوم وأضاف صغير في مداخلة مع الأحرار أن مهمة تشكيل مجلس إدارة المصرف تركت أو تركت ما بين المحافظ ونائبه والسلطة التشريعية متمثلة في رئيس مجلس النواب ونائبيه وذلك للتشاور في الأسماء المقترحة مع القوى السياسية بالمنطقة الغربية وشار صغير إلى أن مجلس إدارة المركزي سيضم ستة أعضاء مضيفا أن دور وكيل وزارة المالية سيعطل إلى حين الوصول إلى حكومة واحدة في خطوة طال انتظارها لإنهاء أشهر من الجمود المالي والصراعات السياسية تسلم محافظ مصر في ليبيا المركزي الجديد ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي مهامهما رسميا اليوم إذانا ببدء مرحلة جديدة من الاستقرار المالي وسط ترقب واسع مراسم التسليم والتسلم التي حضرها وزير المواصلات محمد الشهوبي وممثل مجلسي النواب والأعلى للدولة الهادي الصغير وعبد الجليل الشاوش مرت بسلاسة وإيجابية بحسب وصف عضو مجلس النواب الهادي الصغير للأحرار وفي حديثه عن مجلس إدارة المصرف المركزي أوضح الصغير أن مهمة تشكيله تركت للمحافظ ونائبه وسلطة التشريعية متمثلة في رئيس مجلس النواب ونائبيه وذلك للتشاور في الأسماء المقترحة مع القوى السياسية بالمنطقة الغربية الصغير أفاد بأن مجلس إدارة المركزي سيضم ستة أعضاء مشيرا إلى أن دور وكيل وزارة المالية سيعطل إلى حين الوصول إلى حكومة واحدة وفي أول لقاءاته عقب أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ووصوله إلى طرابلس وقبل بدء إجراءات التسليم والتسلم اتقى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي أكد لعيسى ضرورة الالتزام بدور المصرف التقني والابتعاد عن السياسة المنفي أكد للمحافظ الجديد استمرار العمل بقرار مجلسه الخاص بتسمية أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد بالتوافق على صاحب الاختصاص في تشكيله كما شدد المنفي على ضرورة الالتزام بالإنفاق بموجب القانون المالي للدولة 1 على 12 للأبواب الأول والثاني والرابع فقط إلى حين التوافق على قانون ميزانية موحد أو ترتيبات مالية مؤقتة وبعد اتفاق مجلسي النواب والدولة على تعيين المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي الخطوة التي حظيت بترحيب دولي وإقليمي واسع تطرح تساؤلات حول إمكانية تحقيق مزيد من التقارب وتجاوز الانقسامات تمهيدا لإجراء الانتخابات والذهاب بالبلاد إلى مرحلة جديدة أكثر استقرارا وفي السياق ذاته رحبت السفارة الفرنسية في ليبيا بتعيين محافظ مصر في ليبيا المركزي ونائبه بعد الاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة معتبرة ذلك خطوة مهمة لتوحيد المؤسسات ودعت السفارة عبر صفحتها بفيسبوك إلى تعيين مجلس إدارة جديد للمركزي في الأجال المحددة بالاتفاق معتبرة هذه الخطوة ضرورية لتحقيق مزيد من الشفافية والمساءلة وحيادية المصرف المركزي وبقائه خارج الصراعات السياسية كما اعتبرت السفارة حل وأزمة المجلس الأعلى للدولة خطوة ضرورية لإعادة إطلاق العملية السياسية داعية للأطراف المعنية في المجلس إلى الوصول لاتفاق بهدف استعادة وحدة هذه المؤسسة نقلت وكالة نوفا الإيطالية عن مصادر تأكيدها أن إنتاج النفط الخام في ليبيا قد استؤنف في معظم الحقول تدريجيا موضحة أن السناف الإنتاج لا يشمل حقل الشرارة الواقعة في أباري مشيرة إلى أنه ما يزال مغلقا أذى وقالت وكالة بلومبيرغ أن إنتاج أوبك من النفط الخام انخفض بشكل حاد في سبتمبر الماضي بسبب الأزمة السياسية الليبية التي أدت إلى خفض الإمدادات النفطية الليبية مع انتهاء أزمة مصر في ليبيا المركزي اشددت الأمم المتحدة على ضرورة إنهاء إغلاق الحقول والموانئ النفطية واستئناف الإنتاج والتصدير خاصة أن القائمة بعمل البعثة الأممية سيفانيخوري كانت أكدت أنها تلقت عودا من المنطقة الشرقية بفتح الحقول في أسرع وقت ممكن وبعد شهر على الإغلاق أكدت وكالة نوفا الإيطالية نقلا عن مصادر ليبيا لم تسمها استئناف الإنتاج تدريجيا في موظم الحقول النفطية باستثناء حقل الشرارة جنوب ليبيا الذي لا يزال مغلقا والذي يعتبر أكبر حقول البلاد بطاقة إنتاجية تبلغ 270 ألف برميل من النفط الخام يوميا في المقابل وفي تصريحات للأحرار قال رئيس نقابة عمال النفط سالم رميح إنهم ليست لديهم أية معلومة عن استئناف الإنتاج سوى ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وهم في انتظار رد المؤسسة الوطنية للنفط ورفع حالة القوة القاهرة التي كانت قد أعلنتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب ومع تقلص الامدادات من ليبيا كشفت وكالة بلومبرغ عن انخفاض انتاج أوبيك من الخام بشكل حاد في سبتمبر بمقدار 480 ألف برميل يوميا حيث انخفض الانتاج الليبي بنسبة 38% بعد أن أوقفت الحكومة المكلفة الصادرات للسيطرة على المركزي وفق تعبيرها بلومبرغ كشفت أيضا عن انخفاض تدفق النفط المنقل بحرا للشهر الرابع على التوالي على خلفية الانخفاضات الكبيرة من ليبيا حيث أدت الأزمة إلى اضطرابات في الامدادات وأوضحت أن أكثر من ثلثي الانخفاض الشهري المقدر بـ 628 ألف برميل يوميا جاء من ليبيا في ملف النفط أيضا قالت صحيفة ذي سنتر الكينية أن وجود الفيلق الروسي في ليبيا ارتبط بالسيطرة على حقول النفط الرئيسية في البلاد وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن تورط فيلقي أفريقيا في الصراع الليبي وخاصة سيطرته على البنية التحتية للنفط يسمح له بالتلاعب بالإنتاج ومعدلات التصدير مما يخلق نقصا مصطنعا ويرفع أسعار النفط مضيفة أن هذه الإجراءات لا تزعزع استقرار ليبيا فحسب بل وأيضا الأسواق الإقليمية والعالمية الأوسع التي تعتمد على النفط الليبي عدت الجمعية العمومية للمحكمة العليا تجاهل مجلس النواب لأحكام المحكمة العليا عدته انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات وخرقا لاستقنال القضاء أدى وأضافت الجمعية العمومية في بان لها أن السلطة التشريعية سعت للهيمنة على القضاء وأجرت نحو تسعة تعديلات على القوانين المنظمة لعمل السلطة القضائية محذرة مما وصفتها بالآثار الكارثية لخطوات السلطة التشريعية على الحقوق والحريات هذا واعتبرت الجمعية العمومية للمحكمة العليا أن امتناع البرلمان عن تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية اعتبرته يرسخ منهجا لا شرعية في البلاد مشيرة إلى أن رد مجلس النواب بشأن مشروع قانون المحكمة الدستورية شابه كثير من المغالطات بحسب نص البيان شابه كثير من الشرявة القضاء شابه كثير من المعب paworkات السلطة التشريعية شابهه كثيرت كثير PA نقل البيان شابه streمر إذن الاطلاع على الرأي القانوني فيما يخص هذه المسائل ينضم إلينا عبر سكايب من طرابلس أستاذ القانون العام سيد مجدي الشبعاني أهلا وسهلا بك إذن سيد مجدي المحكمة العليا اتهمت البرلمان بتجاهل أحكامها وانتهاء مبدأ الفصل بين السلطات وأيضا خرق استقلالية القضاء برأيك كيف لقانون المحكمة الدستورية العليا أن يجمع كل هذه التهم مساء الخير وحييك وحيي متتبعي هذه القناة أعتقد أن بيان الجمعية العمومية للمحكمة العليا بيان واقعي جدا ومن الأفضل أن تصدر مثل هذه البيانات حتى نعرف مدى خطورة هذه القرارات وهذه القوانين وهذه التكليفات على السلطة القضائية فلا أحد يعرف تقييم ذلك إلا السلطة القضائية ذاتها الآن الدائرة الدستورية والمحكمة العليا في عامها الثاني والسبعين هي جاءت وفق الدستور مع الدستور الملكي منذ سنة 51 إلى الآن أصدرت أحكاما دستورية تاريخية من بينها إلغاء مرسيم للملك رحمه الله وحتى في عهد النظام السابق وأيام المؤتمر الوطني والمجلس الانتقالي وتمارس الرقابة على الدستورية القوانين ولكن ما يحدث الآن صراحة من تغول السلطة التشريعية على صلاحيات السلطات النظيرة أو حتى السلطات المشابهة لها كالمجلس الأعلى للدولة فيما يتعلق بالاستشارة بالقوانين أو السلطة التنفيذية فيما يتعلق بنقل مثلا الجريدة الرسمية أو إصدار القوانين والتوقيع عليها أو نقل بعض الهيئات التنفيذية البحثة التي لا تتبع السلطة التشريعية كمجلس المنافسة هيئة الحجز وغيرها من النهر الصناعي وغيرها من الأجسام نهيك عن التعديلات التي تحاول بها السلطة التشريعية إفساد السلطة القضائية صراحة الخطر الآن ضرب هرم استقلال السلطة القضائية في ليبيا لعل البعض لاحظا رغم الانشقاق السياسي وحتى انقسام السلطة التشريعية إبان مجلس النواب والمؤتمر الوطني وكلاهما يشرعان نجد استقرار للسلطة القضائية لأن المحكمة العليا بقانون أو إعادة تنظيمها تقر المبادئ وهي من تفصل ومبادئها ملزمة لكافة المحاكم سواء كانت استئناف أو محاكم ابتدائية أو محاكم جزئية أو حتى محاكم نائية وبالتالي كان هناك التزام لتعليمات ولآراء ولفتاوى ولتفسيرات ولمبادئ المحكمة العليا لكافة السلطة القضائية في دولة ليبيا أما الآن قلقت محكمة دستورية عليا أخرى وتم التلاعب حتى في العمر الزمني المحكمة لعمر السبعين سنة الآن أصبحت محكمة نقض وفت هذا التعديل الآن سيكون لدينا تفسيران للدستور وسيكون لدينا حكمان بعدم دستورية القوانين وأحدهما يرى بأنه دستوري وبالتالي نحن نتحدث عن انهيار للسلطة القضائية سيكون لدينا مبدآن ملزمان للمحاكم أيهما ستأخذ به المحاكم وبالتالي أعتقد أن هذا نقوص خطر خطير جدا لانهيار السلطة القضائية نهيك على أنه يؤكد على أن مجلس النواب لا يريد أن يمتثل لأحكام القضاء وبالأخص التي تفصل بين السلطات وهي الدائرة طيب هذا فيما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء كذلك جاء هناك ربما تحذير من الآثار الكارثية هكذا وصفتها على الحقوق والحريات ما هي هذه الآثار الكارثية التي حذرت منها المحكمة العليا جراء سلوك البرلمان هذا نعم في الدائرة الدستورية وفق القوانين المتاحة الآن يمكن لأي مواطن ليبي أن يذهب ويكلف محامي مقبول للترافع أما من المحكمة العليا بأن يطعن في عدم دستورية أي تشريع رآه مخالفا للقانون وفي تطبيقه على هذا المواطن قد يسبب ضررا أو مساسا بحقوقه وحرياته أما في قانون المحكمة الدستورية العليا الذي أقره البرلمان تم مصادرة هذا الحق لا يمكن تحريك الدعوة الدستورية إلا من خلال رئيس البرلمان عقيل صالح بموافقته أو من خلال موافقة عدد من النواب أو بموافقة مجلس الوزراء والذي سيكون طبعا مجلس الوزراء في المنطقة الشرقية باعتبار أن البرلمان لا يعترف إلا بذلك المجلس وبالتالي ستكون هناك في هذه الفترة والأزمات السياسية التي تهدد البلد سيكون هناك انتهاك للحقوق والحريات لو صدرت قوانين حقيقة تصادر حقوق المواطنين أو تخالف الإعلان الدستوري هذه نقطة النقطة الثانية مسألة اختيار أعضاء الدائرة الدستورية أو أعضاء المحكمة الدستورية العليا يعني آلية الاختيار لم تتم بشكل توافقي أو لم تتم بشكل الديمقراطي المتعرف عليه في نظم المقارنة يعني الشخصيات التي ستحكم في الجانب الدستوري السياسي في القضايا المتعلقة بتنازع السلطات العامة في الدولة يجب أن تكون ذوي مواصفات محايدة وعندهم خبرة وعندهم باع طويل وكذلك أن يحكموا باستقلالية ونزاها أما أن يتم تعيينهم واختيارهم من السلطة التشريعية فقط ففي هذه الحالة ربما هذا يقدح في استقلاليتهم لأن حتى عزلهم يتم من السلطة التشريعية وبالتالي مبدأ استقلالية الدائرة المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها حقيقة نشأت معطلة وستكون معوى الهدم للقضاء ولما كنا نشتهر به من باب الطعن المباشر وتحريك الدعوة الدستورية للأفراد وليس بطريق التصدي أمام دعوة محكمة الموضوع أعتقد أننا نعود سنوات طويلة إلى الوراء نعم هناك أيضا إشارة ربما إلى أن رد مجلس النواب بشأن مشروع قانون المحكمة الدستورية شبهوا كثير من المغالطات من خلال متابعتك لرد البرلمان ما أبرز هذه المغالطات إن كنت توافق هذا الرأي أعتقد أن البيان أشار إلى نقاط صعبة في هذا الرد وهو مسألة أن أصلا من الأساس الدائرة الدستورية معطلة ولا تؤدي أعمالها وأنها انتقائية في أداء دورها يعني يبدو أن مجلس النواب لم يراعي أنه أصلا المحكمة الدستورية قد حكمت بعدم دستورية إن شاء المحكمة الدستورية العلية وبالتالي هي ليست معطلة هي تراعي كما تعلمين أن المحكمة أو الدائرة الدستورية لها دور سياسي يجب أن تراعي مبدع الملاء أملات لا تقم مثلا بإلغاء اتفاق سياسي أو بإلغاء ما يمكن أن يطعن فيه ويسبب انهيار للدولة يجب أن توائمة في طعونها وتترك الفرص هكذا تعمل المحاكمة الدستورية ليست كالمحاكم الموضوعية الأخرى وبالتالي ردت الجمعية العمومية وأعربت عن موقفها وهو معروف في الفقه الدستوري ومعروف في قوانين إن شاء المحكمة الدستورية أو الدائرة الدستورية ثم سيدتي الكريمة هل نحن فعلا بحاجة إلى محكمة دستورية عليا ولا يوجد لدينا دستور دائم معتمد تم الاستفتاء عليها هذه نقطة جوهرية كذلك أن إن شاء المحكمة الدستورية يتطلب نص دستوري في دستور حديث هذا موجود في المسودة ولكن لم يتم الاستفتاء عليها ثم إن مسألة الإنشاء دائرة محكمة دستورية جديدة يعني نحن نخرج على نظام وحدة القضاء كما تعلمين في ليبيا يوجد محكمة عليا فيها عدد من الدوائر ولكن لا يوجد لدينا مثلا كمصر نظام تعدد القضاء لمجلس الدولة بروحة هو قضاء الإداري ومحكمة عليا للقضاء المدني والقضاء الشرعي ومحكمة عليا الشرعية ومحكمة دستورية نحن في ليبيا أخذنا بنظام وحدة القضاء وهذا ما تميزنا به الآن 72 سنة فحينما نتحدث عن الحاجة لإنشاء محكمة دستورية عليا يعني نحكو أننا عندنا 500 طعن دستوري الآن الطعون الموجودة أمام الدائرة الدستورية لا يتجاوز 45 أو 35 طعن يعني إشكالياتنا الدستورية رأي إشكاليات بسيطة جدا بإمكان حسمها من الدائرة الدستورية الأمر لا يتطلب هذه المصاريف وهذه الإشكاليات التي حقيقة نراها الآن بشكل الدولة البسيطة اليوم موجود السبب الرئيس الذي أراه بأنها مناورة سياسية ستكون لها انعكاسات خطيرة لانهيار الدولة بشكل خطير لأن انهيار السلطة القضائية يوزع بانهيار الدولة لأننا إن عطلنا السلطة القضائية وقمنا بازدواجية في أراء السلطة القضائية أو قمنا بعدم احترام الأحكام القضائية فإننا في هذه الحالة قد قمنا بهدم أحد الأعمد الرئيسية وهو العدل والعدالة والقضاء والحق في التقاضي وهي مبادئة الهامة لقيام أي دولة شكرا جزيلا لك أستاذ القانون العام سيد مجدي الشبعاني كنت معنا عبر سكايب من طرابلس شكرا جزيلا لك أما الآن مشاهدين ننتقل وإياكم إلى الأخبار الاقتصادية عم محمد يصحبنا إليها الزميل حمزة كديش إليك حمزة شكرا لكم نشر مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العمولات الأجنبية الرسمية حيث بلغ سعر صرف الدولار 6 دنانير و54 درهم بينما بلغ سعر صرف اليورو 6 دنانير وحوالي 727 درهم في حين سجل سعر صرف الجنيه الاسترني ارتفاعا بلغ نحو 8 دنانير و77 درهم من ناحية أخرى سجل تسعر صرف العمولات الأجنبية خفاضا في تعاملات السوق الموازية الأربعاء حيث سجل سعر صرف الدولار 6 دنانير و680 درهم فيما بلغ سعر صرف اليورو 7 دنانير و250 درهم بينما سجل سعر صرف الجنيه الاسترني نحو 8 دنانير و500 درهم حالة من الترقب تسود المشهد المالي والمصرفي في البلاد خاصة بعد وصول محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى إلى مدينة طرابلس وبدء مهامه رسمية وشهد السوق الموازي تذبذبا في أسعار صرف العملات الأجنبية خلال هذا الأسبوع وذلك بسبب المتغيرات التي أثرت بشكل مباشر على تلك الأسعار حيث كانت البداية مع قرار مجلس النواب بتكليف ناجي عيسى محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي قرار التكليف أدى إلى تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار إلا أن الهبوط المفاجئ حدث بعد قرار إدارة المصرف المركزي المكلفة من قبل المجلس الرئاسي بإلغاء الضريبة المفروضة على النقل الأجنبي والمقدرة بنحو 27% وهو ما سبب هبوطا قياسيا لأسعار صرف العملات خاصة الدولار الذي وصل إلى حدود 6 دنانير و35 درهم ومع ذلك لم يستمر هذا الهبوط طويلا حيث ألقت رسالة إدارة الرقابة على المصارف والنقل فرعبا غازي المعممة على المصارف التجارية بعدم تنفيذ قرار إلغاء الضريبة على النقل الأجنبي ألقت بظلالها على السوق فعادت أسعار الصرف إلى الصعود إذن لا يزال المشهد في السوق الموازي ضبابية حيث يعتقد المراقبون أن الإدارة الجديدة للمصرف المركزي قد تتخذ قرارا آخر بشأن ضريبة النقل الأجنبي إما بإلغائها أو بالإبقاء عليها وبالتالي يبقى وضع أسعار العملات في الأيام القادمة غير واضح حدد مصرف الجمهورية لزبائنه سقوف السحب لديه عبر تطبيق مصرف أعمال وأشار المصرف في منشور له إلى أن سقف السحب اليومي هو مليون دينار والأسبوعي خمسة ملايين دينار والشهري خمسة عشر مليون دينار وفق المصرف وقع المدير العام لمصرف الادخار والاستثمار العقاري محمود الفقيه عقد تمويل استكمال مشروع الملايط الإسكاني بمدينة مصراتة مع مجلس إدارة الشركة الادخارية للإستثمارات والتنمية العمرانية المساهمة جرى ذلك خلال مراسم التوقيع التي شهدت حضور عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة وعدد من المسؤولين بالبلدية حيث سيستكمل المشروع الذي سيدم 784 وحدة سكنية والمتوقف منذ عام 2011 وذلك عبر التمويل من خارج الميزانية العامة للدولة أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد بيبة أهمية توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لعودة الشركات الأجنبية مشيرا إلى دور القطاع النفطي الحيوي في تعزيز الاقتصاد الليبي وتأمين الموارد المالية اللازمة لدعم الاستقرار والتنمية جاء ذلك خلال لقائه الأربعاء بوزير النفط والغاز المكلف خليف عبد الصادق وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار مصطفى المانع والذي تم فيه بحث سبل تعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية وتسهيل عودتها للعمل في مختلف القطاعات بالبلاد خاصة القطاع النفطي حيث شددت بيبة على ضرورة استكمال المشروعات النفطية العالقة وتطوير البنية التحتية للطاقة بما يسهم في زيادة الإنتاجية واستقرار الإمدادات النفطية من جهة أخرى شدد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد بيبة على ضرورة ضمان سير العمل وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية وفق الجداول الزمنية لتنفيذ خطة العمل الخاصة بمشروعات التنمية بالبلاد أدبيبة وخلال لقائه أمس الثلاثة مع الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية ركز على أهمية التنفيذ الفعال للمشروعات ذات الأولوية التي حددت في القطة الاستراتيجية للحكومة مشيرا إلى أهمية المتابعة الدقيقة لهذه المشروعات لتحقيق أدافها المرجوة بما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا اتفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن اقدارة مع رئيس مجلس إدارة شركة لبريغ لتسويق النفط والغاز فؤاد بن رحيم على سلسلة من الإجراءات والآليات لتوفير احتياجات السوق المحلي من الوقود جاء ذلك خلال اجتماعهما أمس الثلاثة والذي بحثا فيه السبول الكفيلة الهدفة لاستقرار عملية توريد الوقود من خلال عمليات توريد الوقود والجداول الزمنية لذلك والموافقة على إنشاء مستودعات جديدة ضمن الميزانية المخصصة للشركة بما يحقق أعلى معدل من كفاية المخزون لتلبية الاحتياجات المحلية مع إيجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بالموانئ وأرصفة التفريغ كشفت شركة البريغ لتسويق النفط والغاز عن توزيع أكثر من 7 مليون لتر من البنزين وتوزيع حوالي مليون لتر من الديزل على محطات التوزيع في مدينة ترابلس وضواحيها هذا وأوضحت الشركة أنه وزعت قرابة 6 مليون لتر من البنزين وأكثر من 11 مليون لتر من الديزل من مستودع راس المنغار في مدينة بنغازي في حين تم توزيع 840 ألف لتر من البنزين و338 ألف لتر من الديزل على مدينة سبها وبعض مدن المنطقة الجنوبية انطلاقا من مستودع سبها النفطي اختم جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة العودلاني لزميلي محمد ومروه شكرا لك حمزا شكرا أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة أن النتائج المخبرية للحالة المشتبه في إصابتها بمرض الملاريا ببلدية الغريفة أظهرت خلوة الحالة من المرض الذي كان محل اشتباه نظرا للأعراض المصاحبة للحالة وبينت الوزارة أن الحالة التي استقبلها المستشفى قبل يومين والتي كانت تعاني حمى وإسهالا وقيئا تتماثل للشفاء بعد تقديم الرعاية لها أذى ونفت الوزارة ما تدولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تضمنت ابتراءات لا أساس لها من الصحة تتعلق بتسجيل حالة إصابة بالملاريا في بلدية الغريفة داعية الجميع إلى تقص المعلومات من مصدرها الرسمي قال جهاز الإصعاف والطوارئ الكفرة أنه انتشل 17 جثة خلال 9 أشهر الأولى من هذا العام دون أن يكشف عن جنسياتها وأوضح الجهاز في إحصائية الله أن الأشخاص الذين أسعفوا بسبب حوادث السير في المدينة وضواحيها خلال المدة نفسها بلغوا أو بلغوا 279 شخصا نقلوا إلى مستشفى الشهيد عطية الكاساح هذا وأشار جهاز الإصعاف والطوارئ إلى أن المسعفين التابعين له نقلوا أكثر من 330 حالة داخل المدينة و183 حالة نقلت إلى المطار بعد تحويلها إلى مستشفيات في مدن أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وللحديث أكثر حول هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من الكفرة مدير جهاز الإصعاف والطوارئ بالكفرة إبراهيم بالحسن أهلا وسهلا بك سيد إبراهيم في ظل هذه التحديات التي تواجهكم بسبب توافد اللاجئين من السودان هل لا وضعتنا في صورة أبرز ما تعانون في التعامل مع هؤلاء اللاجئين نعم مساء الخير نشكروكم على هذه الاستضافة أهلا بك بالتأكيد دور جهاز الإصعاف والطوارئ الكفرة خاصة في التعامل مع الأخوة النازحين من دولة السودان بالتأكيد الجهود كبيرة التي بذلت من أجل تقية هذه الأعداد بخدمات الإصعاف طبعا بالتأكيد الأصعب هو الحوادث السير اللي وقعت في الصحراء جنوب مدينة الكفرة اللي تربط الكفرة بمنفذ العوينات طبعا هذه صحراء شافعة تصل إلى 400 كيلو متر أغلب الحوادث تم وقوحا في مسافات بعيدة 350 كيلو 300 كيلو 250 كيلو فكل هذه الحوادث نحن طبعا تفاعلنا معها نحن كجهاز الإصعاف وأقمنا بتوجيه سيارات سعاف ومسعفين بطواقم طبية إلى مأكن الحوادث طبعا الأعداد الكبيرة تحدث لأن السيارات اللي تطل في الأخوة النازحين تحمل أعداد كبيرة جدا نعم أحيانا في السيارة تجد مثلا 30 35 لحد ممكن أن نعلم أننا 40 شخص ممكن تأجام في سيارة واحدة فهذا هو السبب لخلى الأعداد عندما يحصل حادثة انقلاب سيارة في الصحراء تكون الضحايا أعداد كبيرة جرح أو موفيات طيب هو تكرر الحوادث أستاذ إبراهيم لو سمحتني هل بسبب أولا الدخول غير القانوني بالنسبة لهذه السيارات وأيضا لاختيار طرق فرعية أو طرق في عمق الصحراء غير رسمية لتجاوز البوابات الأمنية وفي حال مكانت هذه هي الرواية الأصح كيف لكم أن تذهبوا لمكان الحادث وتحاولوا إسعاف المصابين وهم غير معلومين لسيما في هذه الطرق الفرعية طبعا بالتأكيد دخولهم إلى ليبيا عن طريق المهربين أغلب الدخول عن طريق المهربين وعن طريق ضرق غير معروفة ومسارك غير معروفة وبالتالي حتى سرعة السيارات يعني لاحظنا من خلال روايات بعض المصابين أن هناك سرعات كبيرة جدا للسيارات فطبعا المساحة هذه طبعا موجود فيها كتبان رملية بشكل كبير الكتبان رملية لما تجيب سيارة بسرعة معرضة للانقلاب في الكتبان الرملية وهذا ما حصل بشعل فنحن طبعا يتم إبلاغنا عن طريق الهواتف الفرعية يعني أغلب المهربين وحتى الناس اللي يعني تلقم مثلا حصل حادث ويجي حد مثلا مر عليهم عنده هادف فرعية فيتم إبلاغنا عن طريق الهواتف الفرعية وإرسال إحداثية معينة على تحديد موقع الحادث بلعن عليه نحن نبلغ الصروبات الموجودة في المدينة ويتم توجيه الفريق السعافي للموقع بهذه الطرق نحن نتعامل معهم يعني طيب وكذلك طبعا نحن نبلغ المستشفى المستشفى الشهيد عضيه كاسح في الكفرة للاستعداد ونوجه الفريق إلى المكان تتحدث عن صعوبات بالغة سيد إبراهيم كيف يعني تعملون وسط هذه الصعوبات أماكن غير معلومة تهريب غير قانوني لربما هذه السيارات تتعرض لهذه الحوادث في منتصف الليل وبالتالي كيف لكم أن تعملوا وسط كل هذه الظروف القاسية والله هي بالتأكيد هي ظروف قافية وصعبة ونحن بصعوبة جدا يعني بصراحة يعني حتى للشباب ربما يعني واحد من الأشياء المميزات اللي عندنا السائقين أغلب السائقين الموجودين عندنا الناس عندها خبرة في الصحراء نعم عرفت والله يعني يجيد القيادة في الصحراء إضافة إلى أن مثلا لما تكون المسافة بعيدة مثلا أكثر من 300 كيلو بالتأكيد سياراتنا يحتاجن وقود تزويد الوقود بعد 300 كيلو يحتاجن تزويد الوقود عشان نرجعه من جديد فنحن نحتاج أحيانا مثلا يتم دعمنا من كتيبة سبر السلام مثلا أقل شيء يزودنا بالوقود ورفقنا كم سيارة من سيارات للتبعات سبر السلام أحيانا بالشكل هذا يعني دائما يعني نحتاج حتى تزويد الوقود سواء من المواطنين سواء من سبر السلام في الطريق أحيانا الوقود سيارات من وصدش لعن المكان الحادث يرجعك من جديد الكفرة هذا هو المطلب الوحيد أم لديكم مطالب أخرى نظرة لذيق الوقت فقط سيد إبراهيم لا بالتأكيد نحن نحتاجين سيارات سعارة صحراوية بعدد أكبر لأن العدد الموجود لدينا الآن يعني عدد محدود وبكاد يغطي في حوادث الصحراء ولكن بالتأكيد نحتاجه إلى عدد أكبر لأن المسؤوليات بدأت تزيد والنازحين بدأوا أعداد النازحين في الزياد وبالتالي نحن مسؤولين على المنطقة الجغرافية الواتعة المحيطة بمدينة كفرة الممتدة من حدود السودان والتشاد جنوبا إلى مسافة 200 كم شمالا كل المنطقة الجغرافية الوافعة لتعادل المرقمات ثلث مساحة ليبيا نحن نغطي فيها بخدمات الأسعاف وبالتأكيد عملنا مش غير حوادث الصحر متاع النازحين حوادث الصحر بكافة اتجاهات تقديم خدمات المواطنين داخل المدينة نقل حالات إلى مدن الشمال بمسافة ألف كم وبالتالي نحن نحتاج إلى دعم سواء من سيارات سواء من عناصر بشرية أكثر من عدد موجود لدينا أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات مدير جهاز الإسعاف والطوارئ بالكفرة برهيم بالحسن كنت معنا ضيفا عبر الهاتف من داخل مدينة الكفرة أشكرك شكرا جزيلا أما الآن فإلى جولتنا في أخبار الرياضة يصحبنا فيها الزميل مازن رجوب إليكم شكرا لكم حياكم الله مشاهدين الكرام يتحول المنتخب الوطني لكرة القدم الاثنين القدمة إلى العاصمة نيجيرية بوجة قبل أربعة أيام من مواجهة مستضيفه النيجيري في الحد عشر من هذا الشهر عفوا ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا منتخبنا الوطني يأخذ تدريباته اليومية بالعاصمة ترابلس بقيادة المدرب الوطني ناصر الحضيري مدرب منتخبنا يحاول التغلب على الصعوبات التي ترافق المنتخب والأزمة التي يعيشها اتحاد الكرة للعودة لأفضل نتيجة ممكنة من العاصمة نيجيرية قبل استضافة المنتخب نفسه لحساب الجولة الرابعة التي قد تحدد بشكل كبير وضع ليبيا في التصفيات يفتتح المنتخب الوطني تحت عشرين عاما تصفيات كأس أمم أفريقيا بمواجهة نظيره التونسي في الربع عشر من الشهر القادم بملاعب مصر المستضفة لتصفيات منتخبات شمال أفريقيا القرعة التي سحبت اليوم بنظام الدوري وضعت المنتخب الوطني في مواجهة نظيره المصري في الجولة الثانية وذلك في العشرين من شهر نوفمبر القادم بينما يواجه منتخبنا في الجولة الثالثة نظيره المغربي في الثالث والعشرين من الشهر نفسه على أن يختتم مباريته بلقاء الجزائر في السادس والعشرين من ذات الشهر كما سيفتتح منتخبنا الوطني تحت 17 عاما تصفيات كأس إفريقيا لهذه الفئة بمواجهة المنتخب التونسي وذلك في الرابع عشر من الشهر القادم ضمن تصفيات منتخبات شمال إفريقيا المقررة أيضا بالنظام الدوري بالمغرب منتخبنا سيخوض ثاني مبارياته في التصفيات الإفريقية بمواجهة الجزائر في السبع عشر من الشهر المقبل ثم يواجه المنتخب المغربي في العشرين من الشهر نفسه لتكون بعد ذلك مواجهة المنتخب المصري في الثالث والعشرين من ذات الشهر آخر مباريات منتخبنا في التصفيات اختتم فريق السويح لتحضيراته بتونس استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد الذي لم يتحدد موعد انطلاقه الجديد وفي ختم المعسكر التحضيري خاض فريق السويح لي مباراة ودية المام النجم الأولمبيا التونسي انتهت بفوز السويح لي بسوداسية نظيفة في مباراة اعطى فيها المدرب فتح الجبال الفرصة لكامل اللاعبين لتعرف على مستوى الفريق وتقييم نتائج المعسكر هذا ويواصل فريق أبو سليم معسكره التحضيري بتونس استعدادا لانطلاق الموسم الجديد المدرب البرتغالي سيرخيو دانيال مونيث بدأ في تنفيذ برنامجه للموسم الجديد على ان يرتفع رتم التحضيرات في اليومين القادمين بخوض اكثر من اختبار ودي لتعويض تأخر انطلاق الدوري المنتاز بسبب رفض الاندية بداية الموسم قبل اجراء انتخابات مجلس ادارة اتحاد الكرح تنطلق الجمعة بقاعة السبع عشر من فبراير بطولة ليبيا للجود بتنظيم الاتحاد الليبي لللعبة البطولة ستستمر اليومين وستشهد مشاركة مائة واثنين وثمانين رياضيا يمثلون ثلاثة عشر ناديا من مختلف الاندية والمراكز التدريبية الليبية ينظم الاتحاد الليبي للتجديف انطلاقا من الجمعة بطولة ليبيا للتجديف الكلاسيكي باستضافة ميناء الشعاب بالعاصمة ترابلس البطولة التي ستستمر اليومين تحظى بمشاركة واسعة من مختلف الاندية الليبية على ان تنتهي المنافسات باختيار عناصر المنتخب الوطني المقبل على المشاركة في بطولة افريقيا بمصر بداية نوفمبر القادم وصلنا لختام رياضة الليلة من جديد الى محمد ومروى شكرا لكم احتضنا مطار معتيقة مراسم تسليم وتسلم مهام المدير العام للمطار بين لطف طبيب المدير السابق وابراهيم فركاش المدير الحالي وفي كلمة بالمناسبة اكد فركاش اهمية التعاون والعمل الجادي من اجل تحقيق المزيد من التطور والنجاح بمطار معتيقة بحسب المكتب الاعلامي للمطار فان هذه التغييرات تأتي في اطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات وتعزيز دور المطار كابرز المرافق الحيوية بالبلاد بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة محمد الشهوبي مع مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الليبية بحث خطة انقاذ الشركة وحل حالة بعض العرقيل التي تواجهها وفق الوزارة فقد ركز الاجتماع الذي حضره وكيل وزير المواصلات خالد سويسي ركز على معالجة ملف مرتبات العاملين وسبل تحديث اسطول الشركة وبرنامج توطين الصيانة وتحسين جودة الخدمات والاهتمام بالورش المساندة أعلن جهاز دعم الاستقرار تمكن إدارة التحريات وجمع الاستدلالات من ضبط شخص سوري الجنسية قام بإنشاء تشكيل عصابي امتهن الهجرة غير النظامية بطرابلس وأفاد الجهاز بضبط 15 مهاجرا غير نظامي ومعدات لتوجيه القوارب من قبل الإدارة داخل منزل بمنطقة سوق الجمعة مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم برفقة المهاجرين إلى نيابة الهجرة غير النظامية نقش رئيس مصلحة الجوازات والجنسية أوضاع الجالية الاندونيسية الموجودة في ليبيا مع القائم بالأعمال وشؤون القنصلية الاندونيسية كما تناول الاجتماع سبل تدليل الصعاب ومعالجة أوضاع الجالية بصورة قانونية بحضور مدير إدارة مباحث الجوازات ورئيس مكتب شؤون الرقبات بالمصلحة عبدالله هاتف من طرابلس ينضم إلينا مدير عام مطار معيتيقة الدولية سيد إبراهيم فركاش أهلا وسهلا بك سيد إبراهيم إذن بعد استلامكم لمهامكم في هذه المرحلة ما هي الأولويات الأكثر الحاحة بنسبة لكم؟ حقيقة الأولويات الأكثر الحاحة بنسبة لها توفير المناخ الجيد والممتاز لاستنفاق الشركات الطيران الاستمرار في تطوير وتحديد مطار معيتيقة بالشكل الملائم للدولة الليبية ولو الشعب الليبي يعني بشكل عام طيب هل لديكم خطة واضحة لذلك لما ستبدأون به وأين ستنتهون إلى حين ربما تسوية أوضاع المطار بالكامل؟ هو للأمانة صناعة الطيران لا تنتهي دائما مستمر بحالة تطوير وتطور بشكل مستمر ومنتظم الرؤية واضحة المخطط العام من الموضوع من قبل مصحة المطارات والإدارة التنفيذية الأخرى يسير بشكل منتظم وبشكل جيد جدا نسعى أن نقدم أفضل الخدمات ترتقي إلى مستوى الشركات العاملة في هذا المجال في العالم الآخر والحمد لله نحن وصلنا مرحلة نتقدر تقولي إمكانياتنا وتجهيزاتنا لا تقل أهمية وكفاءة ونوعية عن الموجودة في العالم الآخر يعني العالم المتطور الآخر في مجال صناعة الطيران بصفة عامة كنت أتحدث في سؤال السابق عن ربما الأوضاع الحالية بغل نظر عن ما سيأتي في العموم التحديات التي من المتوقع أن تواجهكم ربما وهل أنتم مستعدون لها؟ نحن دائما على استعداد ودائما نحاول بخاطر أن كان من تطوير أنفسنا أعتقد أننا نحن ماشيين في المصار الصحيح بعض العراقية الطبيعية جدا وهذا نتيجة الظروف خاصة ناكب سفعة عامة نحن وضعنا جيد جدا المطاراتنا في حال التطوير دائما مستمر نسعى إلى الاستبادة من تجارب الدول الأخرى بنفس الوقت نستفيد من ملاحظات بعض المدقيقين الدوليين على مطاراتنا إذا كان عندنا أي مشاكل أو نواقص لم نقوم باستدراكها أو تصحيحها واضح شكرا جزيلا لك مدير عام مطار معيتيقة الدولية سيد إبراهيم فركاش كل توفيق لك سنكون في المتابعة أيضا معك شكرا لك كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس أطلق المجلس المحلي للشباب ببلدية الرجبان حملة تطوعية لتنظيف وطلاء وتزيين الطريق الجبلي شليوني الرجبان ضمن جهود ذاتية مروه نعم محمد يأتي ذلك بمشاركة عدد من منتسب المجلس من شباب المدينة الحملة تستمر أيضا على مدار أسبوع تهدف في مرحلتها الأولى إلى تنظيف الطريق من الأوساخ وإعادة طلاء الحاجز الإسمنتي بينما ستخصص المرحلة الثانية لتشجير طريق الجبلي إضافة إلى الطرق الداخلية والرئيسية بالمدينة بإذن الله لو توفرنا الدعم لازم تكون الحملة مستمرة لتنظيف معظم الطرقات داخل بلدية الرجبان وبإذن الله فيه مقترح حتى تكون في حملات تشجير مواكبة لأنها موسم خريف وموسم تشجير هذا موسمة في مناطق الجبل وعندنا مقترح بإذن الله لو تحصرنا على إمكانيات لازمة راح نفدوه في المنطقة هذه اللي هو استراحة بسيطة للإيقاص دين الجبل اللي يتعطل به سيارة اللي بيوقف يستريح راح يكون فيه متنفس بإذن الله للعائلات والأسر المستخدمة الطريق بإذن الله يا ذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى حتام المشأة نترككم الآن مع حوارية الليلة أصحابنا فيها الزميل نبيل تخيل إلى اللقاء دمتن بخير متجاهلا أحكام القضاء البرلمان يؤسس محكمة دستورية عليا في بنغازي والجمعية العمومية للمحكمة العليا تنضم إلى مجلسي الدولة والرئاسي في معارضتهما للخطوة فما التدعيات القانونية والسياسية لإصرار البرلمان على المضي في مشروع المحكمة الدستورية رغم صدور أحكام قضائية وإعلان مواقف سياسية وقانونية عديدة تعارض ذلك بعد الفاصل مشاهدينا